بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم تكن الكارثة التي خلفها الزلزال المدمر في تركيا خلال الأسبوعين الماضيين كفيلة بإسكاة الأصوات المناهضة للاجئين وعلى العكس استغل سياسيون وأحزاب عرفت منذ زمن بهذا الجانب الجانب الذي يستهدف الوجود السوري وكذلك أيضا الوجود العربي بشكل عام لتستأنف خطابها بحملات استهدفت كما ذكرت الوجود السوري ثم اتجهت لبث جرعة مضاعفة لم تقتصر على فئة دون غيرها في مقدمة هؤلاء السياسيين أمت أصداغ الذي يتزعم حزب النصر المعارض وبينما زعم في الأيام الأولى للكارثة أن السوريين يقومون بأعمال سرقة ونهب ويهددون الأمن القومي تجاوزت تغريدة صادمة لإحدى أفرع حزبه عبر مواقع التواصل الاجتماع تويتر الحدود وحتى أن كتابا أتراكا بينهم مليح ألتنوك وصف العبارات التي حملتها بأنها تدخل في تاريخ كراهية الأجانب وجاء في التغريدة أن سبب زلزال كهرمان مراش هو الصفيحة العربية التي تدفع صفيحة الأناضول كانت الصفيحة العربية تدفع صفيحة الأناضول منذ حوالي عشرة ملايين سنة ويشكل جنوب تركيا نقطة التقاء ثلاث صفائح تكتونية من قشرة الأرض هي الصفيحة العربية وصفيحة الأناضول وإلى الشرق الصحيفة الأوراسية وأضافت بعدما نشرها فرع الحزب في مدينة بورصة من ناحية الغزاة السوريون ومن ناحية أخرى الصفيحة العربية لسوء الحظ هذا قدر هذه الجغرافية ولسنوات عرف أزداغ وحزبه بمعاداته للاجئين في البلاد وخاصة السوريين ومع ذلك أثارت الفكرة التي احتوتها التغريدة الأخيرة واللهجة الخاصة بها صدمتين الأولى في الشارع التركي والثانية لدى السوريين والعرب ويرى مراقبون تحدثوا لموقع الحر الأمريكي أن الخطاب الذي أثاره الحزب وزعيمه خلال الأيام الماضية من الكارثة وبينما يقابله آخر مضاد يعتمد على ضحض الروايات الكاذبة وملاحقة مثير الاستفزازات تقف وراءه مخاطر وأهداف في غضون ذلك أشار تقرير نشرته صحيفة بيرجون يوم الأربعاء إلى أن الجماهير التي فقرت وحرمت من المستقبل بسبب الأزمة وخاصة جيل الشباب الذين يتم تسييسهم عبر الإنترنت تستوعب بسهولة هذا الخطاب وتشكل الأساس الذي تقوم عليه الشعبوية اليمينية ويضيف التقرير أن خطاب الشعبوية اليمينية يقوم على ما بعد الحقيقة فيما يعتبر التداول السريع والمتواصل للأكاذيب عبر الإنترنت في صميم استراتيجية الشعبوية اليمينية أزداغ وحزبه يزورون الحقيقة باستمرار وينتجون الأكاذيب بسرعة ويطرحونها في التداول لا يهم كثيرا إذا تبين أن ما يقوله كذب هناك شريحة من الجماهير تصدق الكذبة لأنهم يريدون تصديقها كما يقول التقرير الصيد في الماء العكر ينشط أزداغ بشكل أساسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر والذي يتابعه فيه قرابة مليوني مستخدم إضافة إلى وسائل الإعلام ذات النفس المعارض والتي باتت تستقبله بصورة كبيرة خلال الأشهر الماضية نظرا لحالة الجدل التي بات يثيرها بشكل شبه يومي وكان السياسي قد اتجه خلال الأيام الماضية من كارثة الزلزال إلى نشر تسجيلات مصورة من داخل شوارع المدن المنكوبة وفي حين حاول إثبات الحضور على أرض الواقع ركز على مزاعم تتعلق بالسوريين وأنهم يقومون بأعمال نهب وسرقة ويتدفقون من الحدود وهو من عكس على كثيرين وأصفر عن حوادث اعتداء فيما يتعلق بتغريدة الصفيحة العربية والغزاة السوريين وبعدما أثارت جدلا وصدمة أقدم فرع حزبه في برصة على حذفها بعد ساعات ونشر ردا جاء فيه لماذا يتم اتهامنا بالعنصرية إنها حقيقة علمية أن الصفيحة العربية ضغطت الأناظول لملايين السنين وتسببت في الزلازل هذا هو الإسم الدولي لتلك الصفيحة ويرى الأكاديمي والباحث السياسي التركي مهند حافظ أغلو أن التغريدة التي نشرها الحزب المعارض تأتي في سياق الصيد في الماء العكر وصب الزيت على النار ويقول لموقع الحرة أمر في غاية الخطورة إنعكاس هذه التصريحات والتصرفات ستكون سلبية جدا على المجتمع التركي وسيتم تشويه سمعة الأمة التركية ووصمها بأنها أمة عنصرية مهما كانت هناك بيانات ضحض أو تفنيد لأنه يستهدف بهذه الأعمال المقيتة الشباب التائه وعليه لديه من يسمعه ويتابعه ويرى فيه أنه مدافع عن العنصر التركي بالرغم من أنه نفسه هو لاجئ في إشارة إلى أزداغ ويقول حافظ أغلو هو مستخدم من جهات خارجية تريد أن يزداد الشقاق والهوى بين العرب والترك عموما لابد من الضرب بيد من حديد على هذه التصرفات من قبل الحكومة وسريعا ولو لديه حصانة حياة سياسية متقلبة قبل المؤتمر العادي الثامن لحزب الحركة القومية الذي كان سيُعقد في 19 نوفمبر 2006 أعلن أزداغ أنه سيترشح للرئاسة ضد دولة بهشتلي الزعيم الحالي ودفعت هذه التصريحات الحزب لفصله قبل يومين من المؤتمر ليعود مرة أخرى في 2010 بقرار من المحكمة ومن ثم ليفصل في ذات القصة في نوفمبر 2016 وبعد تلك الرحلة السياسية انضم أزداغ في 2017 إلى حزب الجيد ذي الجذور القومية والذي يتخذ موقفا وسطيا وشغل فيه منصب نائب الرئيس للإستراتيجية والاتصال والدعاية والترويج كمن تخب نائبا عن إسطنبول إلى أنه تم طرده في نوفمبر 2020 بسبب مواقفه التي وصفت بالعنصرية ما دفعه بعد ذلك إلى تقديم استقالته في مارس 2021 في عام 2021 أسس أزداغ حزب النصر في 26 أغسطس 2021 بعدما قاد حركة سياسية لعدة أشهر ووفقا لاستطلاعات الرأي فإن نسبة الأصوات الخاصة به الآن تتجاوز حاجز الـ 2% ولكن ورغم صغر الرقم إلا أن مراقبين يعتبرونه نجاحا بالنسبة إليه قياسا بباقي الأحزاب الصغيرة وفي وقت بات برنامجه الانتخابي يلعب على أوطار تحظى بحيز كبير من النقاش في الشارع التركي وكان رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون قد حذر في سلسلة تغريدات من قبل أيام من انتشار المعلومات المضللة عقب الزلزالين الذين ضرب ولاية هطاي جنوبي تركيا وشعر بهم السكان في عدة دول بالمنطقة وقال ألطون إن هذه الأنشطة تهدف إلى التأثير سلبا على مكافحة الكارثة داعيا المواطنين إلى عدم الاعتماد على الشائعات والمعلومات غير الموثوقة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من المعلومات الدقيقة منها عبر القنوات الرسمية وقبله خرج وزير الداخلية التركي سليمان صيلو بخطاب قال فيه حين يحدث الزلزال تتهم المعارضة السوريين بالسرقة والاغتصاب والنهب نحن كلنا هنا متضررون من الكارثة وأضاف ما الفائدة من تفريق الناس بناء على عرقهم ولونهم حسنا إذا كنتم تريدون هذا فلنترك السوريون هناك في البرد حتى يفارق الحياة هؤلاء الناس لم يسرقوا بالأمس فهل يعقل أن ينتظر الزلزال ليسرقوا كما أعلنت المدرية العامة للأمن في تركيا في 13 فبراير الحالي عن اعتقال 14 شخصا من مجموع 56 مطلوبا يتهمون بنشر إشاعات حول الزلزال الأخير الذي ضرب سوريا وتركيا مشيرة إلى أن الشرطة تتعقب بقية المطلوبين وجاء في بيان صحفي نشرته المدرية عبر موقعها الرسمي أنها أطلقت دوريات افتراضية على الإنترنت على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لملاحقة هذا النوع من الجرائم الإلكترونية مشيرة إلى أن هذه الدوريات يجري متابعتها من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في المدرية العامة للأمن وفي حين لم يتم اتخاذ إجراء ضد حزب النصر وزعيمه أزداغ يشير الباحث السياسي حافظ أغلو أنه قد يكون قريبا لكن ربما يرتبط التأخير بالانتخابات وفي ظل تأثيرات الزلزال على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المقابل يعتقد الباحث المختص بالشأن التركي محمود علوش أن تصاعد خطاب العنصرية ضد اللاجئين في تركيا ناجم بشكل أساسي عن حالة اجتماعية تتغذى من الاستقطاب السياسي بشكل كبير وأن هذا الاستقطاب مرتبط بالانتخابات من جانب والظروف الاقتصادية من جانب آخر ويقول علوش لموقع الحرة مما لا شك فيه أن خطاب العنصرية استفاد خلال السنوات الماضية من الاضطرابات الاقتصادية التي عانتها تركيا بينما تم تحميل الوجود السوري جزء من المسئولية وفي الوقت الحالي يستفيد هذا الخطاب من تداعيات الزلزال المدمر لتغذية النزع العدائية ضد السوريين ويضيف الباحث أن الخطاب الإعلامي الذي تتبنى الشخصيات المناهضة للاجئين وإن كنا ننظر إليه أنه يبدو سخيفا من حيث المحتوى إلا أنه يلعب دورا كبيرا في تعزيز الرأي العام المناهض للوجود السوري في تركيا بعد تداعيات الزلزال أضحت المخاطر التي تواجه اللجوء السوري مرتفعة بشكل أكبر وكلما اقتربنا من الانتخابات سنشهد تزايد من الخطاب العنصري والحملات الإعلامية التي تقودها بعض الشخصيات المعروفة بتطرفها من أجل صناعة رأي عام وتعزيز رأي عام مناهض ويوضح عن نوش أن هذا الخطاب له مخاطر كبيرة تساهم في زيادة الاحتكاك بين المجتمعين السوري والتركي ومع ذلك يساعد الموقف الذي تديره الحكومة والإعلام من الحد من تداعيات الاحتكاك ومن الحملة العنصرية التي تواجه اللاجئين السوريين وذلك من عكس على لسان المسؤولين وأنه يجب التعامل مع ملف اللجوء من منظور إنساني وليس سياسي وفق حديث الباحث في الختام حفظ الله تركيا ورئيسها ووفقهم دائما لما فيه صالح الإسلام والمسلمين متابعين الأعزاء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر